سوف نرجع إلى نفس كتابنا وهو Simplivize View in Material Science من تأليف الدكتورة ودات حمدي جاسم لتدريس مادة التكنولوجيا المواد لطلبة الدكتورة دراسنا بالفصل الأول البوليمرات نبدأ الآن بدراسة الفصل الثاني وهو المعادن المعادن تمتلك كثافة عالية ولذلك كيفية تمتلك توصيل كهربائي عالي وثيرمول كوندكتيفتي عالي نجي الآن إلى المتل كلاسيفيشن إلى البيس متل الأساسية وهي تتأكسد طبعا مثل هاي أنواع المعادن الموجودة النوبل هي Resistance to Corrosion or Exident وهي ثمينة وهي ثمينة الفيرو متلز كلمة الفيرو معناته containing arium تحتوي على ذرات الحديد مثل الاريون البيور اريون ومثل اللويز السبائك التي تحوي على هذا الاريون مثل الستيل الهفي متل بنسمها هفي يعني كثافتها عالي ووزنها عالي فهي تمتلك خاصية سمية وتكون موجودة بكميات قليلة مثل اليورانيوم هاي أنواع أو تصريفات المتلز نجي الآن إلى Structure مالتها معظم هن يمتلك Structures مثل FCC, BCC or Hexagonal Closeback المالبيديوم مثلا يمتلك BCC هناك معادل تمتلك عدة أصناف من أو تركيبات مثل Platinum فهو يمتلك ستة تحولات وهاي تحولات تعتمد على درجة الحرارة في بعض الأحيان تعتمد على الضغط أيضا وإحنا نعرف أيضا من قبل المتلز تكون بها الالكترونات موجودة في المحيط الخارجي وهي اللي تشارك بعملية التوصيل الكهربائي وتشترك ببقية المعادن وغيرها وهذا ما يعرف باسم المتلز باوند وهناك معادن أخرى تحوي أو مركبات أخرى تحوي على هذا البتاليك باوند بالإضافة إلى الأيونيك or الكوفيلانت باوند عندنا معادن مثل النيكل وكذلك التيتانيوم تمتلك خاصية عالية بأن تكون رزيستنس إلى الهاي تيمبرتشار فتستخدم بهذه الأبليكيشنز مثل الإيرغرافت أبليكيشنز نجل الآن إلى المتل بروبرتيز أول خاصية راح نبدي بالميكانيكال بروبرتيز الميكانيكال بروبرتيز يعني بهنالك سترس وسترين وهناك العلاقة تكون لينيار منها نطلع هنا هنا يطبق قانون هوك ونقدر نطلع قيمة الإي الإلاستيك ووراها راح نتيجة الحرارة أو الفورس راح تبدأ تنتقل من حالة الإلاستيك لينيار إلى حالة البلاستيك والتشوخ وصولا إلى الفركتشار اهناي التنشن هذا قد يكون على عدة أنواع يعني يكون أما تنشن شد أو كوبرشن أو شير الشير يعني قص أو التورجن وهو الالتواء فرح نبدي أول شي بالتنشن احنا نعرف من ذي قبل ما أخذين على البوليمرات السيجما هي القوة إلى هذا الأي كما في هذا الشكل احنا ما أخذين ذي قبل للبوليمرات هنا لنأخذه للمثل هو يشبه البوليمرات بالضبط بس هاي هناك كان مستوي هنا يكون على شكل أسطوانة طولة الأصلي هو L نوت والأي نوت هي المساحة مالتها نتيجة عملية الشد منها الجهة ومنها الجهة رح يطول من ال L نوت إلى ال L معنى سأكون دلتا L موجودة فرح يكون عندنا السترس والسترين السترس احنا نعرفه والسترين هي دلتا L إلى ال L نوت فهنا أنا مثلا عند هاي النقطة اللي هي أعلى شي رح تكون التنشن فيه أعلى كمية ممكنة بعدين يتعرض إلى الفيليور ويتخلص مثل شون شرحنا على البوليمرات من ذي قبل نفسه رح يتطبق على المثل يجي إلى النوع الثاني من الشد هو compression نفس الشد بس بأكس الاتجاه هو السالب فهو هذا مثلا بالأصل يكون بأكس الاتجاه ما تشد إلى الداخل وبعد ذلك رح يكون بهذا الشكل في يكون هو بالأصل طولة L نوت رح يقصر الشير الشير معناته أنا معرضة هذا عند المكعب قبل أن نجرع عليه أي عملية هنا أنا سحبته بقوة F مماسة قص للسطح فرح يبدي المكعب يسوي بزاوية هاي الزاوية مالته هي الفيتة اللي هي نسميها ما تعرف باسم السطرين فالقاما هي السطرين اللي تساوي إلى التام فيته وعندما تكون الزاوية الفيتة قليلة رح يكون الشير سترين هو نفسه الزاوية نفسه الزاوية أكو شير أنتورجن يعني معناتها يعني عندي شير وعندي الالتواة فرح يكون التاو التاو اللي هو الشير سترس رح يكون كده للمن للأبلاي توركيو وشير سترين القاما هي كده للزاوية فيتة ترجمة نانسي قنقر